فاز فيلم تايتنيوم للمخرجة الفرنسية جوليا دو كورنو بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائية وفي خطوة فاجأت الحاضرين أعلن رئيس لجنة تحكيم المهرجان عن اسم الفيلم الفائز منذ الدقائق الأولى لحفل توزيع الجوائز فيما كان يفترض أن يكشف اسم الفائز بجائزة أفضل ممثلة وباتت المخرجة جوليا دو كورنو ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان بعد جان كامبيون عام 1993